أعلن الملياردر الأمريكي إيلون ماسك خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة تويتر وتعيين شخص آخر في المنصب نفسه نهاية العام الجاري أضاف ماسك أن تويتر تحاول الاستفادة من الانتقادات التي طالتها مؤخرا موضحا أن المنصة تعمل على الوصول إلى مستوى عال من تحديد الهوية لمستخدمها وخلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي قدم الملياردر الأمريكي آراء عديد إذا ما يجري في العالم من أحداث وقضايا اشتركوا في القناة